في قرية صغيرة كان هناك شاب يدعى عمر يعيش حياة بسيطة ويعمل كبائع نعناع في السوق كان والداه قد رحلا منذ سنوات وترك له هذا العمل المتواضع ورغم صعوبة الحياة كان عمر دائما معروفا بابتسامته وتفاؤله كان يقول رزقي بيد الله وكل يوم يحمل فرصة جديدة في أحد الأيام قرر عمر أن يذهب إلى المدينة الكبيرة لبيع النعناع هناك لعل الحظ يبتسم له حمل معه حقيبة صغيرة مليئة بأفضل أنواع النعناع واتجه إلى العاصمة عند وصوله وجد أن الناس في المدينة مشغولون بأمورهم ولم يكن من السهل جذب انتباههم كبائع بسيط مر أسبوع ولم يبع عمر سوى القليل كان يشعر بالإحباط ولكن في أحد الأيام وبينما كان يجلس في السوق اقترب منه رجل أنيق يسأل عن النعناع كانت هذه فرصته باعه النعناع وأعجب الرجل برائحة النعناع الزكية فقال لعمر أنا من حاشية الملك وقد نحتاج إلى مثل هذا النعناع في القصر تعال معي شعر عمر بالسعادة والدهشة دخل القصر وقابل كبير الطهاء الذي أبدأ إعجابه بالنعناع النقي ومنذ ذلك اليوم أصبح عمر المزود الرئيسي للنعناع للقصر الملكي ولكن في أحد الأيام بينما كان عمر يتسلم دفعة جديدة من المال لحظ حارسا يتصرف بشكل مريب بدأ يشك أن هناك مؤامرة ضد الملك بدأ يراقب الحارس عن كثب وذات ليلة سمعهم يتحدثون عن خطة الاغتيال الملك عمر الذي كان في الأصل بائع نعناع بسيط وجد نفسه أمام قرار مصري قرر أن يخبر الملك بما سمعه وفي الصباح التالي دخل القصر بشكل عاجل وأخبر الحراس بما يجري تم إحباط المؤامرة بفضل يقضة عمر لم ينسى الملك هذا الفعل الشجاع استدعى عمر إلى القصر وشكره شخصيا ثم منحه منصبا في البلاط الملكي وأصبح عمر من أقرب الناس إلى الملك وهكذا تحولت حياة بائع النعناع المتواضع إلى قصة نجاح كبيرة مليئة بالدراما والمغامرات ترجمة نانسي قنقر